قد بعيتلي سؤال ما يسيبك انت تتجاوب عليه في الحب اللي جايين يلا بين امام عشور هيكمل في الاهلي ولا مش هيكمل في الاهلي مش عايف حسيته ان السؤال ملاغم مش مسؤالي فعلا حد بعيته الوقتي السؤال ملاغم جدا امام عشور هو المتحكم الرئيسي في كل اللي جاي ليه في مصيره بالزبط امام عشور النهاردة شفنا له الصورة حالق انا اول ما شفت الصورة افتكرت امام عشور اللي لقى مع نادي الزمالك مش الموسم التاني موسم الاولاني امام عشور اللي كان بيجري في كل حتة في الملعب يقطع ويباصي ويجيب جوان ويشوت من اي حتة قصة كلها كريم تاني اسمك عمره مكان كفاية لوحده ان انت تفضل لعيب كبير انت كده كده لعيب كبير بس الملعب ملوش ملكة غير ان انت تلعب وتدي للنادي بتاعك جميل النادي اللي قال لي كل طلباء منك امام عشور حاجة واحدة بس نشوفك امام عشور اللي كانوا بيتمنوا او كانوا معجبين بيلعيب زي ده وهو متواجد في نادي الزمالك وكان متواجد فعال منتخب اولمبي عنده امكانات مش موجودة عند حد اقدر اقولك القصة مش بحلقة الشعر والقصة مش بقصة كابت المحمد ربطان قال لهش لا احدش عقدر يدخل في الحالة الشخصية بتاعت اي حد يقول له قص الشعرك واتطول شعرك بس انا عجبني ان هو بدأ يدرك انا بقيت فين بعيد عن المنتخب بعد ما الناس كلها بتكلم علينا احسن لعيب رقم 8 في مصر مش متواجد مع النادي الاهل بالقوة اللي كان متواجد عليها في اول فترة وتاني هقولك يا كريم كل واحد بيشيل شلته امام عشور ركز ولو رجع لستين في المية مش هقولك مية في المية ستين في المية هيرجع تاني امام عشور افضل لعب خط وسط في مصر فهي بتاعته النهاردة الحلقة اللي عملها دي ممكن تكون اخد بالك يعني كل واحد مننا حتى في مجاله وفي مجال شغله في اي حاج بتبقى انت عاصر دي 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 ده فانت ايه بتقول انا هعمل حاج دي ده فهو واضح ان هو عاوز يركز والتزم الصمت تماما بيتمرن كويس وبتمرن برايف اتبرى لوحده كويس وهو ده المهم لان من الاول والاخر يا كريم اللعيب الكورة كله كده دي الصورة بقولك انا ما حسيت وش امام عشور جنة دي لقلي هو بتشيرت الزمالك فهمي يعني هو بس ان هو كان اول جوس انطلع فيه كان كده بالزبط وكان حالق برضو شعره كده من الجنب وشعره كان خفيف جدا فانا حسيت ان هو امام عشور بتاع الزمالك بس ده كله كلام بناء على ارض الواقع ده اللي هنشوفه امام عشور عنده فرصة ان يوصلح الجماهير في السوبر اللي جاي في البطولة اللي ما تشطت على العين دي كلها بتاعت امام عشور لان انا هفضل مقتنع برأيي ان امام عشور هو واحد من افضل المواهب اللي جات اخر الفترات دي كلها بس محتاج يقرس على نفسه تاني زي الاولة كريم محتاج عارف انت اللعيب لازم يبقى جعان كورة وانجازات واداء لازم اللعيب يفضل جعان هو ده الفرق ما بين محمد صلاح وما بين اي حد يجي في تاريخ الكورة المصرية يفضل على طول عاوز اللي بعده واللي بعده واللي بعده انت لازم كلاعيب كورة لازم تفضل على طول بتفكر في اللي بعده عشان تفضل على طول في الكم